او اللي بتشوفها المرأة في حياتها عايزين نغير ثقافة مجتمع نغير ما نعتبرش ان احتفالية اليوم العالمي للمرأة هو ان انا اقدر اخد ايه زيادة وتبقى الميزة النسبية دائما الشعور العام عند الرجالة ان في ستات بتاخد او ان المرأة بدأت تاخد ميزات نسبية بسبب ان هي مرأة طب منين انت عايزة ميزات نسبية ومنين بتقولي انا مش ضعيفة وانا زي زي الرجل في المجتمع طب ما تتحملي زيك زي الرجل في المجتمع انا مش مختلف معك بس النهاردة الستة المصرية النهاردة بتوعاني ولا مش بتوعاني طبعا بتوعاني والرجل المصري بعد اسدها حدتك بيعاني ولا بيزحى الصبح مبسوط وينزل الشغل مبسوط بلاش دي هنتكلم عن المصر ولو انت بتكلم على مليون بني ادم بيعملوا ستاتهم وحش هو مفيش خمسين مليون بيشتغل تلت شغلانات في اليوم طب ممكن بس اطرح عليك فكرة سؤال انت راجل بتموت في الصيد دي معلومة جماعة مؤكدة بتروح في البحر بتديها اسبوع محدش بيعرف عنك حاجة بتروح بيروح يا جماعة شيردي ممكن يقفل موبايلة اسبوع انا باستاد تخيل كده لو مراتك قفلت موبايلة اسبوع قطلك انا باستاد هتعمل فيها ايه اولا انا مبقفلش موبايلة اسبوع هما كلهم 3 ا4 تيام 3 ا4 تيام ثانيا بتكون بموافقة مراتي مراتي حبيبتي بتقول لي اطلع استاد انت مودك وشعورك ان انت متضايق اطلع ده التنفيس الوحيد ليا كهوية طب ما انا زوجتي بتنزل تروح النوبة ونازلة في النوبة افرد انا لما بركب مركب مفيش ارسال انا مبيروح عدش على شط البحر مثلا ويبقى فيه ارسال وقول لي والله مش هرد على زوجتي النهار انما انا بمرس هوية عادية جدا وزوجتي مين زوجتي متفق معايا ان يطلع رحلة النوبة مع صديقتها سيدات فقط وليه لأ فضال ليه لأ انت واحد من ملايين ما بيرضوش وانت بتقول لي كده في ملايين اخرين ما بيرضوش طب ما تخدش معاها وفي ملايين من النساء انت طالع تستاد وسايب البيت ايوة كده انت برضو تستاد سمك انت حتلحك علي صح مش زال اللي بيحصل شكرا شكرا